ترجمة نانسي قنقر في البحرين بشكل ينسجم مع التطلعات الوطنية لرسم خارطة طريق واعدة تطرح العديد من الفرص النوعية أمام طموحات الشباب البحريني يدأب برنامج هاي بويوث وبحلته الثالثة على تقديم نماذج مشرفة لقيادات وهامات وطنية مشتهدة من القطاعين العام والخاص للتعرف على خبراتها والاسترشاد بها ووضعها بين يدي صناع المستقبل لتوظيفها بالشكل الذي يضمن الارتقاء بالمقرجات الشبابية وبما يلبي التطلعات الوطنية الشباب البحريني يحتاج في مختلف مراحلة سواء قبل التحاق بالعمل بداية التحاق بالعمل وأيضا مرورا بفترة العمل الوظيفي للاستفادة من الخبارات الموجودة مثل ما نعرف المسؤولين مروا بتجارب ناجحة تجارب أحيانا تكون غير ناجحة يستفيد من الأخطاء اللي مروا فيها حتى يختصر سنوات طويلة جدا من العمل الحكومي والتخبط وأيضا يعطيهم مضوح للرؤية بكيفية اختيار مستقبلهم وأيضا اختيار التخصص المناسب والمهارات اللي يحتاجونها لتطوير أداءهم ثلة من طلبة الجامعات والخريجين والموظفين المستجدين حرص برنامج هاي بويوث ومنذ انطلاقته على أن يكونوا هم الفئة المستهدفة التي يخاطبها هادفا إلى إطلاعهم على أبرز التطبيقات العلمية والممارسات الإدارية التي تأخذ بعقولهم نحو تقديم مشاريع شبابية غير مألوفة خارجة عن نطاق الصندوق هاي بويوث هو العكاس واضح للرؤية الوطنية البحرينية للعمل المؤسسي وهو مدرسة علمية ترمي إلى توحيد الجهود وتكثيف العمل الجماعي نحو الاستثمار في الشباب وتزويدهم بالعلوم والمعارف المختلفة وتدعيم فرصهم بتطور الوظيفي وتقلد المناصب القيادية في مختلف مياد الانتاج بما يمكنهم مستقبلا من قيادة عجلة التنمية في مملكة البحرين لتلفزيون البحرين محمد عشدت